تسلمت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي صباح اليوم بمدرسة تكوين المعلمين في نواكشوت كمية من الكمامات ومنقدمة من مرظمة نسيم للعمل الثقافي والاجتماعي يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة في دعم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا على مستوى المؤسسات التابعة لها هنا بمدرسة تكوين المعلمين في نواكشوت يتسلم قطاع التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي عددا من الكمامات هدية من منظمة نسيم للعمل الثقافي والاجتماعي وذلك في إطار الجهود المبذولة لمحاربة فيروس كورونا تسلم الهدية الذي احتضنته باحة مدرسة تكوين المعلمين وحضرته السلطات الإدارية بولاية نواكشوت الغربية تحدث فيه الأمين الآمن لوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد علي سلي سوماري عن سعادة القطاع باستقبال الدفعة الرابعة من الكمامات التي بدأت منظمة نسيم تقديمها للقطاع منذ بداية انتشار هذا الوباء شاكرا المنظمة على هذه الهدية وعلى ما قدمته من دعم لمنظومتنا التربوية من جانبه أكد رئيس منظمة نسيم للعمل الثقافي والاجتماعي على أن مؤسسات التعليم يجب أن تحرى بمكانة خاصة ضمن الجهود المبذولة لمحاربة جائحة كوفيد-19 لا يخامر منظمة نسيم أي شك أن وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والمؤسسات التابعة لها هي من أهم المؤسسات التي تجب العناية بها وبدل الجهد لحمايتها من هذا الفيروس بكل الوسائل المتاحة وعليه بيننا تشرف اليوم لتقديم هذه الهدية المتواضعة المتمثلة في السبعين ألف كمامة مساعدة لكم على ما تبدلون لحماية الطاقم التربوي والطلاب الذين هم ركيزة هذا المجتمع ومستقبله وسيوجه هذا الدعم لصالح بعض مؤسسات التعليم التابعة للقطاع بالعاصمة وفي الداخل اشتركوا في القناة